أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني والبداية مع أهم الأخبار الإيرانية في أسبوع في أخبارنا لهذه الأسبوع الخارجية الإيرانية نتائج الانتخابات اللبنانية شأن نحترمه أعلنت الخارجية الإيرانية احترامها لنتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أظهرت تراجع بعض حلفاء حزب الله المقرب من طهران وحصول خصومهم على مزيد من المقاعد في أخبارنا أيضا إيران تصادر سفينة وقود وتحتجز طاقمها قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات الإيرانية صادرت سفينة أجنبية كانت تنقل أو تنقل وقودا مهربا في إقليم هرموجان في جنوب البلاد واحتجزت طاقمه انتقادات أممية للعقوبات الأمريكية على إيران انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العقوبات الأمريكية على إيران وطلب برفعها وقالت المقررة الخاصة بإيران في المجلس ألينا دهان خلال زيارتين لها لإيران إن العقوبات تخالف القانون الدولي الإنساني لما لها من آثار مدمرة على تفاصيل الحياة اليومية للإيرانيين في أخبارنا أيضا إيران اطلاقوا صراح مخرجتي أفلام بكفالة أطلقت السلطات الإيرانية بكفالة صراحة مخرجتي أفلام وثائقية بارزتين بعد احتجازهما لأكثر من أسبوع في سجن إيوان في طهران تل أبيب تحذر طهران وتتهمها بزعزعة الاستقرار في الإقليم شن وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيجينس هجوما شديدا على إيران متهما إياها بتنظيم تشكيلات لتعزيز عدوانها في المنطقة مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل التصدي لنشاط إيران في الإقليم نتوقف بالتحليل والتعليق عند احتجاجات اجتماعية ضد ارتفاع الأسعار حيث خرجت في العديد من المدن الإيرانية في الأيام الماضية مظاهرات شارك فيها المئات احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ونقص بعضها الآخر في الأسواق وتداول نشاطاء على شبكة التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لمظاهرات خرجت في مدن إيرانية خاصة في مدن جنوب البلاد وأكدت مواقع صحفية مقربة من المعارضة الإيرانية مقتل أحد المشاركين في الاحتجاجات واعتقال العشرات منهم وأقر الإعلام الرسمي بحدوث الاحتجاجات لكنه لم يشر إلى سقوط ضحايا وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريحات صحفية خرجت بعض الاحتجاجات لكنها لم تكن واسعة النطاق وأعلن الرئيس إبراهيم رئيسي سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع الأساسية نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا ابقوا معنا ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة لدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران أهلا بك سيد فادي معنا بداية تانية أول احتجاجات في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي هل الأزمة الاقتصادية على ما يبدو هي المحرك الأساسي لهذه الاحتجاجات في البداية فحية طيبة لك ولمشاهدين الكرام أولا إذا كنا نريد أن نتحدث عن ما يجري اليوم في إيران هناك حكومة منتخبة من قبل الشعب الإيراني وعلى رأسها الرئيس السيد إبراهيم رئيسي هناك أزمة اقتصادية تعاني منها إيران ليس وليدة الساعة وإنما هي منذ سنوات طويلة هناك خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الأزمة وكانت تحتاج هذه العملية أو هذه الأزمة إلى عملية قيصرية وفق رؤية حكومة السيد إبراهيم رئيسي كان لابد من رفع الدعم عن الدولار أو إلغاء سعر الدولار أنه يكون سعر مدعوم وسعر غير مدعوم فأرادت الحكومة أن تضع سعر واحد للدولار في إيران هذا من ناحية من ناحية أخرى أن حكومة السيد إبراهيم رئيسي أرادت أن تضع بهذه الخطة الاقتصادية معادلة لاستفادة الفقراء من الخطة وللجم جشع الأغنياء في إيران من الاستفادة من سعر صرف الدولار المتدني فأرادت من هذه الخطة عندما رفعت الدعم عن المواد الأولية وخصوصا الزيت والطحين وما شكل من هذا الأمر والدجاج أن تحدد للمواطن الإيراني حجم الاستفادة من سعر الدولار المتدني لكن بطريقة وضع مدعوم من المهات في حسابه بشكل مباشر وهذا وضع إطار أو حدد إطار للأغنياء في إيران من أجل الاستفادة لحد ما من هذا الأمر دون أن يكون مفتوحا ومباحا للأغنياء فأرادت هذه الخطة أن تضع معادلة اقتصادية متزنة ما بين الفقراء وما بين الأغنياء هون الأمر أراد للوهلة الأولى نعم هناك بعض الإيرانيين رفضوا هذه الخطة لأنهم لم يفهموا المغزى من هذه الخطة ولم يدركوا القضية من أساسها لكن بنهاية المطاف أراد السيد إبراهيم رئيسي أن يضع حد لاستفحال الأزمة وإطار عملي لهذا الأمر وهناك خطة سيتم تنفيذها تباعا من أجل السيطرة على هذه الأزمة ووضع ضوابط لها من أجل تعافي إيران من أزبتها الاتصادية بالحد الأدول نعم أشرك معي الدكتور تحسين الشيخ لمدير مركز بحوث الدراسات المستقبل في لندن أهلا بك دكتور تحسين أهلا وسهلا يعني لابد أنك تابعت موضوع الاحتجاجات في طهران ما مدى حقيقة قوة هذه الاحتجاجات في ظل تضارب التصريحات حول حجمها شكرا جزيلا تحياتي لك والضيفك الكريم من طهران أهلا بك ولكل مشاهديكم الاحتجاجات ليست منت اليوم هي حقيقة الاحتجاجات أخذت أكثر من صفة على مدى سنوات يعني عام 2018 إذا تذكرين كانت هناك احتجاجات قوية جدا حتى مؤسسة تراند كتبت عنها أنه هناك من الممكن أن تكون تداعيات كبيرة جدا نتجتها للحتجاجات الحنق اللي حش به المواطن الإيراني نتيجة السياسات المتزمتة للنظام إضافة إلى تداعيات العقوبات الاقتصادية اللي وجهه ضد إيران جعلت من المواطن هو الضحية يعني بدأ يحس أنه هو نفس الضحية بدأ يطالب بحقه بأن يكون هو فعلا يعني قادر على تغيير شيء ما وما كل الإجراءات اللي تتخذها الحكومة وخاصة حكومة رئيسي الإجراءات الأخيرة هي جرعات مقدرة لأنه بالتالي المواطن يدرك أنه ليس هناك حل حقيقي في مسألة المسألة الاقتصادية اللي تخص أهم نقطة بالنسبة للمواطن الإيراني وهي حالة المعيشية لذلك هذه الاحتجاجات أخذت أكثر من صورة على مدى هذه الأعوام مرة كانت احتجاجات ضد سياسات معينة مرة ضد الغلاء المعيشة مرة ضد حرية التعبير يعني هذه الصورة المختلفة للإحتجاجات تدلل على أنه هناك أزمة داكل إيران حقيقة تاني حاول النظام أن يغطي عليها لكن هي متفاقمة يوم بعد يوم من الممكن أن تشكل خطورة لا تنسين أنه أيضا يعني الجانب الآخر الجانب يعني من جوانب بدأوا يدخلون المقاومة بالدخل أو ما يسمى بالمقاومة الإيرانية بدأوا يدخلون عناصرهم وبالتالي أزججون هذه الاحتجاجات الغاية من عندها استثمارها ضد النظام طيب يعني عطفا على هذا الحديث سيد فادي السيد إلى أي مدى هذه الاحتجاجات التي تحدث بين الحين والآخر في إيران وإن لم تكن طبعا الاحتجاجات خلال هذه الفترة ليست بقوة الاحتجاجات السابقة مهما كان أسبابها وهذه المرة كانت اقتصادية بحتة إلى أي مدى هي مقلقة للنظام في إيران لا أعتقد بأنها مقلقة وأنا قلت ووضحت المسألة بأن خروج الناس وحجم التظاهرات لم يكن حجما كبيرا جدا وإنما هناك البعض خرج للتعبير عن رأيه وهذا يؤكد بأن في إيران هناك تعبير عن الرأي وليس هناك عدم تعبير عن الرأي ثانية نقطة ثانية أن هذه التظاهرات قلت بأن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة موضع التنفيذ بهذه الطريقة هي أرادت أن تجري عملية قيصرية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية ووضع حل جذري لهذه الأزمة من أجل ترميم الوضع الاقتصادي وخاصة أن الخطة التي تحدث عنها برأيم رئيسي خلال ترشحي للانتخابات أراد اليوم أن ينفذها من أجل أن يكون هناك معادلة ما بين الأغنياء وما بين الفقراء ورفع من مستوى معيشة الفقراء في موضوع الخطة الاقتصادية اسمح لي سيد فرد سأعود لك في موضوع الخطة الاقتصادية التي تتحدث عنها شملت تحرير بعض الأسعار رفع الدعم عن المنتجات الأولية بالنسبة للمواطن الإيراني العادي أو البسيط إلى أي مدى المواطن البريطاني البسيط هو قادر أن يتحمل هذه التكلفة وهو مثقل أصلاً في إيران قلت بأن الحكومة رفعت الدعم من ناحية ووضعت من ناحية أخرى ما يسمى بالدعم المالي المباشر مبالغ بسيطة جداً يعني لا ترتقي لمستوى غلاء المعيشة هل المستوى غلاء المعيشة موجود في كل العالم وهناك أزمة زيت بكل العالم وغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن هذا الأمر ودعا روسيا وأوكرانيا إلى تسهيل عملية تصدير المواد الأولية لصناعة الزيت ودعا أيضاً الدول الغربية لهذا الأمر لأن اليوم أصل المشكلة هي الحرب في أوكرانيا وليس المشكلة فقط في إيران الزمات الاقتصادية اليوم الموجودة في العالم هي مستفعلة جداً وهون المغزى من هذا الكلام وإقدام السيد إبراهيم رئيسي وحكومتي على هذا الأمر من أجل عدم تأثر إيران بهذه الأزمات الكبرى ووضع ضابطة ولجم أي استفحال للأزمات الموجودة من الخارج بتأثيرها في الداخل وهذا الأمر لأقول شيء مهم بإيران أن اليوم حتى الفقير المعدوم في إيران يستطيع أن يشتري كل ما يحتاجه من الطعام والغزاء بأسعار زهيدة جداً حتى اليوم كل شيء متوفر في إيران أكثر من الدول حتى المحيطة بإيران والكل ينظر إلى إيران أنه على مدى أربعين عام محاصرة الأمم المتحدة تعترف بأن هناك حصار جائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران دون وجه حق ولا يزال النظام الإيراني يعمل على تدبير أموره ومعالجة أزمته اعتماداً على كفاءته وعلى الكوادر الموجودة في إيران وهذا إنجاز بالنسبة إلى إيران ووقوفها وصمودها في وجه كل هذه الأمور دعني أنتقل لدكتور تحسين وتعميل كل المواد المعيشية للمواطن الإيراني هذا بالحد الأمدى هو إنجاز لإيران طيب دكتور تحسين إلى أي مدى هو المواطن البريطاني الذي خرج في هذه الاحتجاجات وإن كانت قليلة ولكن في مناطق متفرقة هو قادر أن يتحمل هذه الأعباء عندما تتحدث عن تحرير أو رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأولية الألبان الأجبان اللحوم أيضا وهو مثقل أيضا في المقابل تتحدث ما تحدث السيد فادي عن دعم مادي ولكن هذا الدعم المادي لا يرتقي لمستوى الغلاء يعني المعروف عن الداخل الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني هو مسيطر على كل مقدرات البلاد ومن ضمنها المسألة الاقتصادية يعني هذا شيء معروف وإبراهيم رئيسي يدرك أن الحرس الثوري هو المسؤول الأول عن إمكانية حل هذه الأزمة تجاه المواطن وحتى الاحتجاجات كانت موجهة تحديداً تجاه هذا الفصيل الأزمة في محاولات حل الأزمة وحل حالتها داخل إيران هي تجي من قلال إجراءات اقتصادية أما تغيير التسعير أما دعم شكلي للمواد لأسعار المواد أما تحديدها ضمن سلة غذائية ممكن تدعمها الحكومة وتقدمها للمواطن لكن بالتالي تبقى كل هذه الإجراءات كل هذه الإجراءات هل هي سياسة استراتيجية اقتصادية داخل إيران أم هي فقط لامتصاص غضب الشعب والنقمة التي تولدت نتيجة هذا الموضوع هذه هي النقطة المهمة التي يجب أن نقف عندها الموضوع ليس موضوع فقط احتجاجات وإنما سياسات الدولة نفسها تجاه مواطنيها هي التي أدت إلى هذه الاحتجاجات يعني العقوبات الاقتصادية التي فرصها العالم على إيران هي نتيجة السياسات القاطئة للنظام وبالتالي هذا الموضوع ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى قبل كل شيء طيب يعني سيد فادي دعني أنتقل أيضا لنقطة أخرى المتحدث باسم الحكومة الأمريكية نيد برايس على تويتر سارع مباشرة لمباركة جهود المحتجين الإيرانيين فيما بدأ بأنه تشجيعا لهم ما دفع السيد خطيب زادة للرد عليه كيف تنظر للموقف الأمريكي في حال أي حراك داخلي في إيران؟ أول الموقف الأمريكي يعني والتدخل في شؤون الداخلية لإيران ليست بجديدة وهو يحاول فاشلا ويائسا وبائسا على مدى سنوات طويلة تحريد الشعب الإيراني من أجل الإنقلاب على الجمهورية الإسلامية أو على النظام في إيران وهذا معهود لدى الولايات المتحدة الأمريكية وليس في إيران فحاسب حتى في دول أخرى هو يعمل على هذا الأمر ويحاول الانتقام من الأنظمة المعارضة لسياسته في المنطقة من أجل إسقاطها ومن أجل العمل على تدميرها وإعادة تأسيس أنظمة على قياس الولايات المتحدة الأمريكية لكن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف هي تتجاهل أو هي تحاول أن تتجاهل بأن الشعب الإيراني هو من انتخب السيد إبراهيم رئيسي وهو من أسس أثورة الإسلامية في إيران وأسقط الشاه وهو الذي كان شرطي في المنطقة يعني اليوم الشعب الإيراني بالدرجة الأولى بغض النظر إذا كانت السياسة الحكومة هي تصف في صادح الشعب الإيراني أو لا لكن بنهاية المطاف الشعب الإيراني يدرك مستوى الخطورة التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الإيراني إلى الآن لا يزال يعيش أزمات اقتصادية بفعل الحصار الأمريكي على الشعب الإيراني وهذا يدركه الشعب الإيراني اليوم عندما تخرج التظاهرات وهذه الميزة المهمة في إيران وخاصة الشعب الإيراني عندما تخرج تظاهرات هنا وهناك للتعبير عن الرأي وللضغط على الحكومة هناك أسليب مهمة وراقية جدا يمارسها الشعب الإيراني للضغط على الحكومة على صعيد المثال أنه مثلا عندما تم رفع سعر الدجاج في إيران الشعب الإيراني اتفق واتحد إلى عدم شراء سعر الدجاج عاد ونزل وسقط سعر الدجاج إلى قاربة السعر العادي هذا تعبير عن الرأي بشكل حضاري هذا الأمر يدركه الشعب الإيراني ويعمل وفقه وهو مقتنع بحكومته لكن اليوم عندما يعبر هو يعبر عن شيء لم يعلمه ويجهله وبالتالي عندما يدرك أهمية هذه القرارات على المدى البعيد قطعا سيقف ويدعم حكومة السيد إبراهيم رئيسي لأنه هو من أتبر السيد إبراهيم رئيسي وهو الذي يدعم السيد إبراهيم رئيسي وعدم يكون هناك أزمات من الخارج وصلت الفكرة سيد سنار الشعب الإيراني يخرج ويندد بالسياسات ويرفض سياسة الأمريكية بشكل كبير جدا أرجو أن تتفضل بالبقى معنا سيد فادي السيد ودكتور تحسين الشيخ لنناقش بعض الفاصل الأردوني يحذر من سيطرة طهران وحلفائها على جنوب سوريا أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الحدث الإيراني نبحث فيه التحذيرات التي أطلقها العهل الأردني الملك عبد الله الثاني جراء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الروسي من جنوب سوريا والذي ستملأه إيران والمجموعات المقربة منها إذن حذر العهل الأردني الملك عبد الله الثاني من التداعيات الأمنية على حدود بلاده مع سوريا إذن سحبت القوات الروسية من مواقعها في جنوب سوريا وقال في تصريحات صحفية خلال زيارته للولايات المتحدة إن إيران وحلفائها سيملؤون الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الروسية في جنوب سوريا والتي كانت تشكل مصدرا للتهديئة المزيد في سياق التقرير للزميل عدمن حميدان جدل واسع أثارته تصريحات للملك الأردني عبد الله الثاني الموجود حاليا في الولايات المتحدة من حيث الدلالة والتوقيت فضلا عن المكان حول الوجود العسكري الروسي في جنوب سوريا بوصفه عاملا من عوامل الهدوء والاستقرار النسبيين وأن رحيل روسيا سيفتح المجال أمام إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها هناك ما سينشأ عنه توترات على امتداد حدود بلاده مع سوريا كذلك أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أمريكا لحلها تأتي هذه تصريحات للملك الأردني بعد عدة اجتماعات ولقاءات على مستوى قادة دول الجوار بما فيها إسرائيل يرى البعض فيها سعيا لتشكيل تحالف بينهم تحت فزاعة الخطر الإيراني الميليشيات الإيرانية بدورها انتشرت عمليا في موقع استراتيجي وسط سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا حيث وصلت تعزيزات ضخمة الشهر الماضي من الحرس الثوري الإيراني إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص ميدانيا لم يسجل حتى الآن أي صدام في العلاقات بين إيران والأردن وبالتالي يرى مراقبون أن الحديث عن احتمال النشوب أي توتر في المناطق الحدودية الأردنية المتاخمة لسوريا لسيما مع القوات الإيرانية نابع من الإملاءات الخارجية وليس الحقائق الميدانية بيد أن الحقائق الميدانية من حيث الحجد والتمركز لا تكذب تلك الإملاءات ولا تنقضها في النهاية نبقى ندور في حلقة مفرغة حيث تخرج أمريكا فتأتي روسيا وتنشغل روسيا فتملأ الفرغ إيران السؤال أين العرب أعود لك دكتور تحسين بداية ما حقيقة ما تناولته الكثير من التقارير عن سحب روسيا لقواتها من سوريا وبأن إيران المرشحة لأن تملأ هذا الفرغ الله يأكلقني السؤال المراسلكم أين العرب وحقيقة فعلا أين العرب بهكذا موقف المتغيرات الجيوسياسية سيدتي الفاطلة في منطقة الشرق الأوسط مرتبطة بكل الأحداث للدور بالعالم ومنها الصراع الروسي الأوكراني والنتيجة الصراع الغير واضح بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية المشاريع الإقليمية الموجودة كل هذه هي تأثر على الوضع الجيوسياسي للمنطقة بشكل عام يعني ومثل ما تفضل الزميل في تقريره أنه هناك كان الولايات المتحدة انسحبت حلت محلها روسيا انسحبت الآن الفراغ تحاول أن تمليئ إيران تحذيرات الملك عبد الله حقيقة هي ليست ابنة اليوم يعني الملك عبد الله ومن قبل والده كانوا يحضرون للمشروع الإيراني منذ عام 79 منذ مجيء الثورة الإيرانية قبل 43 سنة وكان هناك تخوف من مشروعه وأكثر من التصريح كان فيما يسمى بالهلال الشيعي اللي هو يعني الامتداد الثورة الإيرانية هذه التخوفات هي التي تقلق النظام داخل الأردن لكن الحقيقة الواقعة أنه الآن هناك فراغ أمني في هذه المنطقة نتيجة الانسحاب الروسي والانسحاب الروسي هو ليس انسحاب فقط قطعات وعندما كان هناك منظومة صواريخ وكان هناك منظومات دفاعية موجودة جميعها سوف تصحب رويدا نتيجة الحرب التي يخذها روسيا مع أوكرانيا من سيملأ الفراغ؟ المفترض أنه فعلا يكون هناك حل عربي لهذا الموضوع أن يكون هناك حل وطني سوري لهذا الموضوع لكن يبدو أنه النظام في سوريا تارك الأمور إلى الأطراف الأخرى التي استند إليها لبقاء طيلة هذه الفترة ومنها طبعا الميليشيات الموالية للنظام الإيراني نعم أشرك معي سيد حازم حياد البحث في شؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا من عمان أهلا بك سيد حازم معنا يعني ما طبيعة القلق الذي عبر عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن تملأ إيران الفراغ الذي قد تتركه روسيا في سوريا في جنوب سوريا تحديدا هو قلق مشروع لأنه مبني على عدد من الحقاق أولا أن هناك تفاهمات حدثت في جنوب سوريا كان أشرفت عليها روسيا عندما دخلت القوات السورية جرعة وسيطرت على المعبر نصيب هذه كانت ضمن تفاهمات واتفاقات وضمن غرفة عمليات مشتركة وطاولة واحدة جلسوا عليها الأمريكان والوردنيون والسوريون والروس إلى جانب أنه كان فيه تواصل مع الكيان الإسرائيلي للوصول إلى حل وتهدئة في الجنوب السورية وتمت التهدئة على حساب قوات المعارضة السورية التي تم دمجها ببعض القوات العمليات الخاصة الروسية في جنوب سوريا وأشرفت عليها القوات الروسية وكان هناك في الموازات ذلك مطالب بردنية بإبعاد القوات والميليشيا التابعة للحرس التوري يعني شمالا بعيدا عن المنطقة درعة والمعبر جابر أو نصيب من الجهة السورية في المقابل كان إسرائيلي طالب بإبعاد القوات الإيرانية عن منطقة القنيطرة والجنان المحتل هذه التفاهمات لم تطبق بالكامل وبشكل مثالي لكنها كانت موجودة والكثير من المعارضة السورية المسلحة التي أوقفت الأردن دعمها لها تحولت وأصبح جزء من القوات أو ما يسمى الفرقة أعتقد الخامسة التابعة أو ليست الفرقة الخامسة الفيلق الخامسة التابعة لروسيا الآن دا انسحبت روسيا هؤلاء بدون ظهير يعني بدون إشراف روسي سيتفكك هذا المجموعات التي كانت تكفى للمعارضة لأن يعود لها مظلة روسية وبالتالي ستجد نفسها وحيدة وستتفكك يعني اثنين ستدخل القوات الإيرانية لأن التفاهمات انتهت وروسيا غير معنية الآن إنها ترضي الغربة وترضي أمريكا أمريكا يعني تجاوزت كل الحدود في قراني وروسيا غير معنية بأنها تحقق أي هدوك أي ساحة وإي جبهة من الجبهات من يعني مالي إلى يعني داني أقول إلى فغانستان ويعني حتى بورما يعني فروسيا غير معنية والدليل على ذلك أن في مالي هناك خلاف شديد الآن فرنسي أمريكي في مالي خلاف شديد الآن هناك مخاوف أن تنتقل هذه الأزمة إلى الحدود الأردنية وخصوصا أن اليوم مثلا على سبيل المثال الأردن يعني تمكن من يعني اشتبك مع مجموعة مسلحة كانت تحاول عبور الحدود الأردنية تحمل بجعبتها مخدرات وهذه ليست المرة الأولى لكن عمليات تكتفت خلال الشهرين الماضيات خصوصا ما بعد الحرب الأوكرانية بل استخدمت تقنيات حديثة يعني الدرونز يعني هل مخاوف الأردن سيد حازم يعني كما تتحدث هي مخاوف من انفلات أمني توتر أمني فقط على الحدود توتر أمني وانهيار للاتفاقات والتفاهمات انتهت بمجرد وقوع حرب أوكرانية انتهت التفاهمات والدليل أن روسيا فعلت منظومة S300 في منطقة طرتوس واللادقية وبنياس وبالتالي اقتراب الحرس الثوري من الحدود الأردنية بات أمرا محتوما يعني هو موجود عبر تشكيلة الفرقة الرابعة ضمنها تحت غطاها لكن الآن أصبح موجود وقادر على أن يصبح فاعلا ونشيطا في هذه المنطقة وهذه يضايق الأردن طبعا هناك تفاصيل أخرى يعني هناك إذا أردت أن نتحدث الأردن أيضا معني بأن يوصل هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن الأردن يجب أن لا يدفع ثمن ما يحدث في أوكرانيا سأعود لهذه النقطة سيد حازم سأعود لهذه النقطة سيد فادي السيد هل هناك فعلا تفاهمات إيرانية روسية سورية على أن تملى إيران فعلا أي فراغ ما بعد روسيا في جنوب سوريا لأنه اليوم أصل وجود الإيراني في سوريا على صعيد مستشارين وهذا لمئات المرات صرحت عنه الجمهورية الإسلامية في إيران على لسان وزارة الخارجية واليوم عندما يكون هناك كلام قبل مالك الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت للأمور واضحة وضوح الشمس بأن هناك غاية وهدف من إثارة موضوع التواجد الإيراني في سوريا من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية بملفات أخرى وخصوصا اليوم التقارب السعودي الإيراني الذي سيكون اجتماع قريب في العراق وأيضا على صعيد وزراء خارجية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني الذي أصبح قابقه وسيني وأدنى من إعلان انتهائه والتوصل إلى التفاهمات بهذا الشأن هذا الأمر يعني يريدون الضغط على إيران ويريدون أن يضعوا إيران أو يضعوا العصي في دواليب مسار التفاهمات بالملف النووي الإيراني في فيينا وأيضا الضغط عليها لعلها في الساعات الأخيرة أو اللحظة الأخيرة تتنازل عن مطالب أو على أمور متمسكة بها الجمهورية الإسلامية في إيران هذا من ناحية أخرى أن اليوم الملك عبد الله نحن نحترمه ونجله وهناك قلق لديه من الوجود الإيراني لكن ألم يكن لديه قلق من وجود الجماعات الإرهابية والتكفيرية ألم يكن لديه قلق من الاحتلال الإسرائيلي الذي اليوم يستبيح المسجد الأقصى في كل يوم لماذا لم يتجرأ ويتحدث عن الاستباحة للمسجد الأقصى من قبل في واشنطن وفقط كان يقلقه الوجود الإيراني والوجود الإيراني في سوريا هو بناء لتفاهمات بين سوريا وما بين الجمهورية الإسلامية تفاهم الدفاع المشترك بين الدولتين وإذا اقتضت الحاجة وطلب الرئيس بشار الأسد قطع الإيران ستلبي هذا الأمر والملك عبد الله عليه أن يحتاج إذا كان لا يريد هذا الأمر لدى الحكومة السورية وهناك تفاهمات بين الحكومة السورية والملك عبد الله لذلك أنا باعتقادي بأن هذا الكلام ليس له صحة على أرض الواقع وإنما هذا الأمر كله زوطة إعلامية لأهداف سياسية تصب في صالح الولايات المتحدة طيب هل تتفق مع ذلك دكتور تحسين يعني إذا أردنا أن نحلل الموقف الأردني هل الموقف الأردني هو فقط من باب المخاوث من أن يكون هناك انفلات أمني على الحدود الأردنية يعني هل الوجود الروسي في جنوب سوريا بالنسبة للأردن أفضل بكثير من الوجود الإيراني أم هناك أهداف سياسية من وراء هذا التصريح يعني الخشية الأردنية من هذا الموضوع خشية كبيرة يعني الأخص المتحدث من طهران ذكر أنه لماذا لا تخشى الأردن من الجماعات الإرهابية هي معظم الجماعات الإرهابية جتي من الأردن يعني فكيف يخشاه الوجود الإيراني في المنطقة يعزز ويأكد يعني إذا ما ملأ الفلاق يعزز ويؤكد أنه المستقبل من الممكن أن يكون مقلق جدا للأردن ولكل الدول الأخرى القريبة يعني هو طبعا الأردن يحاول أن يحافظ على استقرار الأمني باستمرار خاصة وهو محاط من جهة بإسرائيل من جهة في منطقة قلقة هي سوريا والعراق من جهة أخرى هناك السعودية ما من شك أنه المحافظة على التوازن الأمني داخل هذا البلد صعبة جدا لذلك يحاول أن يجد حلفاء يحاول أن يجد دعم دولي وخاصة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر حتى يسندوه في هذا الموضوع الفلاق الذي يحاول الآن الحرس الثوري الإيراني أن يملأ في هذه المنطقة هو لا يشكل فقط قلق على الأردن وإنما أيضا يشكل قلق حتى على المنطقة بشكل كامل لأن استقرار القوات يعني قوات ميليشيا وقوات ولاءاتها معروفة مع كل التداعيات التي الآن دا لاحظها بالمنطقة ما من شك أنه يشكل عامل ضغط وعامل تأثير على الحالة السياسية والحالة الأمنية للدول المعنية طيب يعني سيد حازم أتيت على ذكر الولايات المتحدة وطبعا حليفة الولايات المتحدة إسرائيل إسرائيل كيف تنظر لهذا التطور وهل كان بتصريحات العاهل الأردني رسائل واضحة في هذا الاتجاه بداية أريد أن أعلق على الأخذ من طهران أنا لا أختلف كثيرا مع بعض ملامح التشخيص أن هناك ضغوط على طهران أنا أدرك أن هناك مفاوضات نووية وأدرك أن إيران لها مصالح سياسية متشابكة وأمنية في المنطقة لا أحد يستطيع أن يهملها بل أنها الآن تعتبر لها ثقل كبير على خلفية أزمة الطاقة الموجودة في العالم الأردن ما يريده أن انتهت التفاهمات التي شاركت فيها روسيا وكانت على رئيسها روسيا في جنوب سوريا وهذا ما فهمت وأنا أتحدث كمحلل لستنافقا رسميا باسم الحكومة يعني ما أستطيع أن أشخصه بأن الأردن معني بأن إذا انهارت هذه التفاهمات لا بد أن يكون هناك تفاهمات بديلة عنها يعني يتم فيها تفاهم عن نظام السوري مع إيران مثل ما تفعل السعودية الآن تحاول إيران حوار إيران سينعكس على اليمن وسينعكس على أمن البحر الأحمر والخليج العربي الأردن أيضا معني بأن لا تترك هذه المنطقة بدون تفاهمات سياسية الأمريكا تتفاوض مع إيران وربا تتفاوض مع إيران ويجب أخذ المصالح الأردنية في جنوب سوريا بعين الاعتبار هذا ما هذه الرسالة التي يريد الأردن أن يوجهها وهذا هو الحديث عن أنه في ضغط أمني هناك في الحقيقة في ضغط أمنية في منطقة رخوة أغلب تهريب السلاح وتهريب المخطرات يأتي من هذه المنطقة قد لا تكون الأردنية الهدف في هذا التهريب قد يكون متجه إلى أفريقيا متجه إلى دول أخرى باتجاه مصر أو باتجاه السعودية لكن هذا ممثل عبق أمني على موازنة الدولة وعلى قدراتها الأمنية وعلى أمريكا أن تملى هذا الفراوة وأن تضيفه كبند في مفاوضاتها مع طهران لأن أمريكا لها مصلحة قوية بالنفط الإيراني إيران تستطيع أن تنتهي ثلاثة ثمانية بالعشر مليار مليون برميل نفط وستقدمها في السوق العالمية حتى تكبح جماح التضخم وتكبح جماح الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تعصف ليس فقط في القارئ الأوروبي في كل نحاء العالم وبالتالي هذه هي رسائل أما بالنسبة للحديث عن إيران عن داعش أنا حضرت لقاء الملك تحدث عن داعش وتحدث عن الدولة الوردنية والعلاقة مع أمريكا وأن هناك مخاطر تتهدد المنطقة في حال الإنسحاب الروسي وفي حال حدوث الطرابات نتيجة الأزمات الاقتصادية أن تعود داعش إلى الظهور في الساحل لذلك هو طرح هذا الموضوع في لقاءاته في واشنطن وتحدث بذلك أمنا في لقاء الذي شارك فيه أما بالنسبة إلى إسرائيل فكان واضح أيضا أن موقف الأوردني إسرائيل اتهمت الأوردن بالتحريض عليها في اتهمت الأوردن أن يحرض الإمارات ويحرض الولايات المتحدة الأمريكية ويحرض القائمة المشتركة ويحرض القائمة الموحدة في فلسطين أنا كل هذا أتحدث به في إطار التحليل لأن من يتحمل مسؤولية القرار أن يتخذ القرار والدوافع الحقيقية أنا أراها كما بهذا الشكل ووصلت الفكرة سيد حاجم لا يوجد نقطة بس صغيرة لا يوجد هناك مصلحة للأوردن في الصدام مع طهران في الجنوب هناك رغبة في إيجاد تفاهمات وهذه التفاهمات قابلة للحدود كما هي واضح بين سعودية وإيران شكرا وممكن أن نشهد شيء مثيل له ولكن برعاية أمريكية لأن الأوردن ليس بحجم السعودية شكرا جزيلا لك سيد حازم محياد البحث في شؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا من عمان على هذه المشاركة في حلقتنا أيضا نناقش بعد عام من اللقاءات طهران والرياض تبحثان رفع مستوى التمثيل إذن لقاءات متواصلة بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد وتضارب الأنباء حول لقاء مرتقب بين وزيري خارجية البلدين في خطوة هي الأولى منذ توتر العلاقات الثنائية عام 2016 وكشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية قبل أيام عن لقاء مرتقب بين وزيري خارجية كل من السعودية وإيران في بغداد ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الشورى الإيراني جواد كريمي قدوسي قوله أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض لكن نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وجود موعد للقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين لكنه أشار إلى أن المباحثات الأخيرة والتي عقدت في بغداد في شهر أبريل الماضي تناولت طريقة استمرار الحوار ورفع مستوى التمثيل في الجولة المقبلة يعني سيد فادي السيد هل من المتوقع أن يكون هناك لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين في ظل هذا التضارب في الأنباء نتوقع بأي لحظة يكون هناك تقارب سعودي إيراني لأن اليوم المصلح العليا للسعودية والإيران هي التفاهم والتقارب وتصب في صالح التهدئة في المنطقة وهذا وجدناه في سوريا وفي لبنان وفي مثلا اليوم في لبنان هناك أزمة كبرى اقتصادية وسياسية لا تحل هذه الأزمة إلا بالتقارب الروسي السعودي الإيراني وهذا اليوم من ناحية أخرى أن دولة إسلامية كالسعودية ودولة إسلامية كالجمهورية الإسلامية تحتاج إلى التقارب والتفاهم من أجل حل الأزمات اليوم الموجودة في المنطقة لأن هاتين الدولتين تعتبران قطبين أساسيين في المنطقة والجميع اليوم يتأثر بالتقارب والتباعد بهاتين الدولتين لذلك اليوم الرغبة الكبرى من قبل جميع الأطراف في الدول العربية والإسلامية هو الحظ على التقارب بين السعودية وإيران والدفع باتجاه إعادة العلاقات إلى أفضل ما يكون بين هاتين الدولتين ثانيا عندما نتحدث عن تقارب سعودي إيراني يعني هذا الأمر يصب أيضا في مصلحة السعودية بشكل خاص وأيضا يصب في صالح إيران بشكل خاص لماذا؟ لأن اليوم التقارب بين الشعبين الإيراني والسعودي كذلك الأمر سيريح المنطقة بشكل كبير وسيعطي للمنطقة دفع من أجل القضاء على الإرهاب الذي يداهم الجمهورية الإسلامية وأيضا السعودية ووجدنا اليوم الحكومة السعودية تحارب الإرهاب بقوة والعقلية المتطرفة الموجودة في السعودية وغير السعودية وهذا الأمر مرحب فيه في الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا الأمر أيضا يصب في مصالح الاستراتيجية لإيران كما يصب أيضا في مصالح معالجة محاربة الإرهاب في إيران تجاه الجماعات التكفرية في المنطقة أيضا يصب في صالح الأمن القومي السعودي وهذا الأمر يعني أن اليوم المنطقة تحتاج إلى أقطاب كالسعودية وكإيران ويجب عليها الدول العربية والإسلامية أن تتخلى عن عقلية الضمانة لروسيا أو لأمريكا أو لأي دولة أخرى خارج الإطار العربي والإسلامي وتؤمن وتكون هناك اتفاقيات وتفاهمات أمنية وسياسية واستراتيجية بين هذه الدول دعني أنتقل لدكتور تحسين بعيدا كل البعد عن الأملاءات الأخرى طيب دكتور تحسين هل يبدو واضحا أن هناك رغبة مشتركة واضحة هذه المرة من قبل السعودية وإيران بحل حالة العلاقة فيما بينهما يعني اللقات هذه بالحقيقة هي لم تأتي مفرار يعني الصراع الإيراني السعودي مباشر باليمن واستخدمت فيها أسلحة هددت الاقتصاد السعودي يعني أكثر من مرة الطائرات للدرون والصواريخ قصفت حقول النفط قصفت منشآت اقتصادية أخرى داخل السعودية لذلك السعودية بدأت تشعر بأن الخطر وصل إلى قريب منها فتحاول أن تجد المنافذ من قلال هذه التفاهمات اللي طبعا تمت بمباركة من كل دول الخليج وليس فقط من السعودية يعني هناك مباركة أيضا ضمنية من دول الخليج التفاهمات أكيد ما من شك يعني أي حوار من هالنوع هذا يرتكز بالأساس على نسبة التنازلات من كل طرف ومن الأطراف إيران تحاول أن تحجم الدور على أقل تقدير السعودي السعودية تحاول أن تحجم الدور الإيراني بالمنطقة الضغوطات اللي شفناها السعودية في لبنان مثلا على أقل تقدير بأزمة الوزير الإعلام وغيرها تدلل على أنه هناك ضغوطات على الأذرع أو المناطق الهشة للنظام الإيراني من خلال مواليها وأيضا دعمها لكثير من الحركات داخل العراق التي كانت تقلق أيضا الوضع الإيراني الآن حقيقة هذه المرحلة بالذات المرحلة الأخيرة من التفاوضات والتي أتصور ستتكلل بلقاء الوزيرين سوف تكون مهمة جدا لأنه بالتالي سوف تنهي على أقل تقدير الصورة الخارجية لهذا الصراع الذي موجود لكن ماذا يترتب عليه من تداعيات مستقبلية أنا أتصور النتائج سوف تكون في اليمن وليس في منطقة أخرى في هذه النقطة تحديدا عطفا على هذا الحديث سيد فادي السيد هل نتحدث عن حل حل للأمور فقط في إطار الصورة الخارجية بمعنى أن أسباب الصراع قائمة وسيكون لها تداعيات في المستقبل أولا إذا كنا نريد أن نتحدث عن أساس الصراع هناك معضلة أساسية على مدى عشر سنوات عانت منها الأمة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بضغط منها مع حلفائها أو أدواتها في المنطقة تحويل الصراع العربي الإسلامي مع الاحتلال الإسرائيلي إلى عربي فارسي وهذا وجدناه بالتصريحات الإعلامية على مدى سنوات طويلة أن الغزو الفارسي ومشكل من هذا الأمر ووجدنا بأن الاتهامات لإيران ما أزل بها بن سلطان بأنها تدعم الحسيين في اليمن ومشكل من هذا الأمر وبالوقت نفسه نجد أن هناك كان حصار جوي وبري وبحري خانق على الشعب اليمني فكيف كانت إيران ستستطيع أن تدعم الشعب اليمني بالسلاح والعتاد وهناك حصار مطبق على الشعب اليمني اليوم أصل المشكلة هو العداء لمن؟ هل العداء هو سيبقى للاحتلال الإسرائيلي كجسم غريب في المنطقة أم هو سيبقى الدول العربية وخاصة أن المقصود هون دول مجلس التعاون ستبقى تتعامل مع الجمهورية الإسلامية بأنها هي العدو الأول والاحتلال الإسرائيلي هو الصديق الأول لدول مجلس التعاون ووجدنا الترجمة على أرض الواقع تطبيع بعض الدول مع الاحتلال الإسرائيلي وإعلان عداء للجمهورية الإسلامية اليوم السعودية أصبحت مقتنعة تمام الاغتناع بأن اليوم التقارب مع إيران أفضل بكثير من التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما وجدت بأن الدول المطبعة مع هذا الكيان لم تأتي بشيء ولم تحصل على أي شيء مقبل الاحتلال الإسرائيلي وإنما كل ما تم التطبيع من أجله هو كان يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب هذه الدول وشعوب المنطقة شكرا جزيلا لك سيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران أشكر ضيفي أيضا الدكتور تحسين الشيخلي مدير مركز بحود دراسات المستقبل في لندن على هذه المشاركة كالعادة يمكنكم متابعة البس المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللقاء